المنتخب المغربي هو ده بقى منتخب المغربي نعم نستاني من بدري قلوبنا دايما مع المنتخبات العربية ومع المنتخب المغربي تحديدا ومنتخب مليء بالنجوم ومليء بالمواهب وأنا واحد من الناس أكيد أكيد هشجع المنتخب المغربي في المجموعة الستة وأتمنى رغم صعوبة المجموعة وقلت لك يا كريمي هما في المجموعة تانية أنا كان شايفين فرصهم طبق أكبر بكتير عندهم جيل واعد جدا جدا عندهم أسماء كبيرة وعندهم نجوم في كل الخطوط وعندهم أكتر من قائد في كل خطوط وهذا ما يميز المنتخب المغربي قلنا قايمة واحد واحد بقى جماعش ده قايمة المنتخب المغربي فناخدها على المال أسماء كبيرة أواكري واحد ده واحدة من حراسة المرمى تفضل بقى أستاذ جمال ياسين بونو ياسين بونو واحد من أفضل حراس في أوروبا وفي الليجا مش محتاج تعريف يعني بحارس مرمى نادي إشبيلية مدير المحمدي بلعب مع نادي الوحدة السعودي وردت تكناوتي طبعا جميل الكرة المصرية عارفة لأنه الحارس الأساسي لفريق الوداد بطل تشامب الفريق الأفريقية الموسم الماضي نخش بعد كده على الدفاع أشرف حكيم ونصير مزروي أحكي لك حكاية ونقف هنا على قصة أشرف حكيم ونصير مزروي أشرف حكيم ونصير مزروي والمعضلة الأزلية لوليد الرجروجي بعد محل الأزمة وخليني هنا أثني على وليد الرجروجي وأثني على الدور اللي عمل ولم الشمل داخل المنتخب المغربي اللي كان آه كان لدربه المدرب أنا معجب بيه جدا لكن كان عنده مشاكل كتير في إطار التعامل مع النجوم فيما يخصه منتخب المغربي وحيد خليلوزيتش واحد من المدربين الاتبار في الكرة الأفريقية لكنه كان عنده مشاكل معه ثلاث نجوم تحديدة النصير مزروي وأشرف حارث أمين حارث والنجم الأبرز حكيم زياش والراجل عمل أزمات كتير تدخل الاتحاد المغربي وكان ده من ضمن أهم الأسباب للغضب الجماهيري عليه ومن ضمن أهم الأسباب لرحيل وحيد خليلوزيتش عن قيادة المنتخب المغربي وحل بدلا منه والد الرجروجي والد الرجروجي مدرب قدم عطاءات كبيرة جدا مع نادي الوداد فاز معهم بدوري أبطال أفريقيا قدم مستويات جيدة جدا وهو بيدرب في الدوري القطري والد الرجروجي هم شافوا فيه المشروع المحلي اللي يقدر يقود المنتخب المغربي في ظل الوقت الحرجي اللي بتمر بيه كرة المغربية قبل كاس العالم وبعد خرجهم أمام المنتخب المصري في بطولة أفريقيا مستهل العام الحالي فقدر يلم الشامل تاني رجع أمين حارت رجع نصير مزروي رجع حكيم زياش وقدر تاني يرجع وحل مشكلة عبد الرزاح مضلة بالمناسبة موجود في القائمة لما هنروح له فإيه بقى الأزمة اللي موجودة أشرف حكيم أنا عارف الوقت أشرف حكيمي ومزروي مراسير مزروي فيه أزمة كبيرة عنده والد الرجراج اتنين لعيبة كبار جدا واحد بلعب بارنموني اخو واحد بلعب في البي اي جي اتنين لعيبة مؤثرين جدا الرجل عايز يستعين باللتنين وفي نفس الوقت عنده مشكلة في الظاهير الايصر يستعين بمين في الاتنين ولازم يلعب باللتنين ولازم يلعب باللتنين فجيب مباراة تشيلي مباراة ودية ورح ملاعب أشرف حكيمي فيه الباكليفت ولاعب نصير مزروي في الباكريت اللي اتنين بالمناسبة بلعبوا في المركز الظاهير الايمن جي في مباراة البراجوية رح مغير رح مؤدي أشرف حكيمي فيه على عضلته في الباكريت وقد نصير مزروي وظن هيتبقى دي المعاضلة فيما يخص تشكيل المنتخب المغربي حتى اللحظات الأخيرة وإن كنت أفضل وأراه من ناحية الفنان أشرف حكيمي أفضل رغم أنه قوة كبيرة لا يستعمل بها في مركز الظاهير الايمن لكن أشرف حكيمي لعب قبل كده في مركز الظاهير الايصر في أكتر من مناسبة سوماين ترميلين أو مع البي اي جي أو مع المغرب حتى أو مع متخب المغرب حتى في بطولة أفريقيا الماضية فأعتقد أنه أشرف حكيمي أقرب خبراته أكتر أنه يغير مركزه لكن مسير مزروي هو اللي يبقى موجود فيه الظاهير الايمن معهم كمان نايف أجرد اللي عمل أبجريد كبير جداً في مسيرته بتذهب من الدور الفرنسي ليه وست هام رومان سايس وخبرات كبيرة جداً مع ويلفرهامتن بعدين بشكتاش أشرف داري اللي راح من الوداد وبالمناسبة هو واحد من أفضل المدافعين اللي ظهروا داخلياً في أفريقيا وانتقل من نادي الوداد لنادي بريست في الدور الفرنسي يحيطات الله برضو من نادي الوداد والعيب مميز جداً بدر بنول لعب النادي الأهلي السابق وأخيراً ضحك ليه الانضمام الدولي وعاد لمنتخب المغرب بعد طول غياب مع وحيد خليلوزيتش وفي كاس العالم في كاس العالم ويلعب كاس العالم طبعاً وجواد ياميق بالمناسبة مدافع واحد من أبرز المدافعين اللي ظهروا في المغرب في العشر سنوات الأخيرة بتاعت فترات طويلة للإصابة لكنه العيب قوي جداً جداً العيب مؤثر وبالمناسبة هو برضو كان من خريجي نادي الرجاء وجواد ياميق اسم من الأسامل الجيدة جداً وأعتقد أنه خط الدفاع تحديداً في فرقة المغرب مميز جداً جواد ياميق مدافع مميز بدر بنول مدافع مميز أشرف داري ولا أفضل رومان سايسونايف أجرد خمس مدافعين هيلعب منهم اتنين أعتقد ما عندهمش أي مشاكل في السنتر باك فيما يخص قائمة المنتخب المغربين كمل بعد كده خط خط الوسط سوفيان المرابط ده القطعة الأساسية صح لعيب مؤثر جداً لعيب مميز جداً في مركز تماني وبيلعب حالياً مركز ستة فيورنتينا سوفيان المرابط يا كريم ده ما بيتغيرش بص على خائمة المتخب المغربي واللاينوب بتاع وليد الرجراجي أو من قبله حتى وحيت خليلوزيتش ده القطعة الأساسية شايف كل اللي لعبين بقى اللي موجودين دول اللي احنا لسه نقول فيما يخص بركز وسط الملعب ببتكلمش هنا لسه على الأجنحة اللي من بلعبه 4-2-3-1 المركزين بتاع وسط الملعب سوفيان المرابط وحط جنبه أي حد وهما التشكيل الأساسي على الترتيب كده سوفيان المرابط وعز الدين قناحي دول أبرز اتنين لعيبة موجودين بلعبه في قلب وسط الملعب في المنتخب المغربي تروح بعد كده للثلاثي الأمامي النار اللي أتمنى أنه بعد إصابته للأسف أصيب قبل ما ندخل على هوا بلحظات أمين حارث في مباراة كبيرة جدا ما بين مارسيليا وموناكو وخرج محمولا وفي الأغلب العامة يبقى صعب يلحق يلحق البطولة لكن أتمنى أنه يلحق ورقة مهمة جدا جدا للمنتخب المغربي اللعيب التاني وهرجع لك لبقية الأسماء سوفيان بوفال لعب نادي أنجي لعيب مهاري جدا جدا في مركز الجناح الأيصر ولعيب كرت بحلوة كريم الناس تحب تتفرج على سوفيان بوفال خاصة لما الضغط يخف عليه شوية لو دايما كان هو المتنفس الوحيد مع المنتخب المغربي في ظل استباعات حكيم زياش لكن في ظل وجود حكيم زياش على الرواق الأخر أعتقد أن سوفيان بوفال مع حكيم زياش هيعمله شغل كتير جدا عبدالصمت الزلزولي طبعا خريجي لمسايا وموهبة صاعدة جدا في أوروبا مش بس في المنتخب المغربي والثنائي بقى اللي شفناه في بطلط أفريقيا لأول مرة زكريا بخلال لعب تولوز وإلياس الكيو بي أر كوينس بارك رينجرز وياحيو جبران طبعا لعب الوداد العيد كبرات كبيرة جدا في وسط الملعب وأخيرا نروح بقى على خط الهجوم خط الهجوم قوي جدا أنا مش عايف الرجل بصراحة هيختار مين يلعب موجود يوسف النصيري شبيلية وعبد الرزاق حمد الله أنا روحت من الواحد لأربعة على طول ووليد شديرا وبلال خنوس جينك أعتقد في رأسه ما تبقى اللي شوية لكن هو هيروح ليوسف النصيري طبعا ويبقى البديل بتاعه عبد الرزاق حمد الله تخلي عيد بحجم عبد الرزاق حمد الله ده الاسترايكر البديل للمنتخب المغربي أعتقد خط هجومه خط وسط قوي جدا ضربة مؤثلة للمنتخب المغربي غياب أمين حارث لو غاب بعد إصابته أمام مراكو لكن أعتقد يعني الخيرة في الشباب اللي موجودين أنت عارف أن أقولك حاجة بصراحة مش حبا في المغرب مش بس عشان منتخب شوية أنا محب المغرب كمنتخب أصلا ممتع منتخب قوي جدا ولو بصينا على الورق هنلاقي قائمة منتخب بلجيكا رقم واحد قائمة المنتخب الكرواتي رقم اثنين منتخب المغربي رقم ثلاثة رقم أربعة بس أنا متفائل تفاؤل كبير جدا المنتخب المغربي هاخد بطاقة من كرواتي أو من بلجيكا أنا متمنيا تفاؤلك دا أنا أتمنى أتمنى جدا والله وهشجع المنتخب المغربي في ثلاثة مبارات طبعا لكن المجموع صعبا يا كريم يعني وجود المنتخب الكرواتي اللي أنا أقولك فنيا عنده مشاكل كتير جدا عنده مشاكل كتير جدا على الصعيد الفني عنده مشاكل كتير جدا على صعيد معدلات الأعمار لأنه نفس الجيل حلو بس أنا هنتكلم على كرواتس تفصيلاً بس المغرب أنت متفائل ولا مش متفائل؟ أنا أنا يعني متفائل تفائل مشوب بالحذر لأنه المجموعة صعبة طبعاً صعبة لكن أنا متأكد أن المتخب المغربي مش هيقدم نسخة بهتا المتخب المغربي هيقدم نسخة يبقى هما كمنتخب فخورين بيها واحنا كعرب فخورين بالمنتخب المغربي أنه هيمثل الكرة العربية والكرة الأفريقية خير تمثيل في هذه المجموعة الصعبة جداً 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 فيها وصيف بطن للعالم وصاحب المركز التاني على التصنيف العالمي طيب ما تيجي نلعب لعبة قبل ما نروح للمتزل الكرواتي شان لازم نروح فاصل يلا بس لو قلت لك من هيسها من المجموعة دي تقول لي من توقع بقى بعيد عن عطيفة بالمغازمة يعني بلجيكا كرواتيا توقع تمني بلجيكا مغرب مش كرواتيا المغرب أنا توقع كرواتيا والمغرب أتمنى أتمنى أي حاجة فيها المغرب مفرقش معايا بلجيكا كرواتيا كتير لكن أتمنى أتمنى بالمتخب المغربي فعلا ياخد بطاق والأيامه بيننا عشان ما تقضى تصوى أن بلجيكا هتبقى في رأيي أو متصوى هتبقى أقوم مفاجئات بطولة كأس العالم بالنسبة للهبوط أو النتاج متفهم معاك عشان كلا أترك بلجيكا بلجيكا مش هتنافس زي ما الناس متوقع صاحبة التصنيف الثاني لكن لكن وصعب أنه ما يخرجوا من دور الأول لكن خلينا نشوفوا المبرارة الافتتاحية لأن بلجيكا كندا وكندا زي ما الناس شايفها قبل البطولة بتصفها بأنها هتكون حصلت المجموعة أنا أقول لك لا آه هيخرجوا لكن مش هيبقوا بالشكل الضعيف للناس متخيلة عظيم